الإمدادات من روسيا ولن يعطي الإرادات روسيا من مبيعات النفط. من جانبها هددت روسيا بأنها ستحضر بيع النفط لأي دولة مشاركة في فرض الصقف على صادراتها النفطية. هذه أسعار النفط فأذن على واقع ما يجري في الصين اليوم. يتداول مزيج برينت وصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2022 عامل 80.61 بأدنى سعر. يتداول الآن على قرب 83 دولار. وWTI عمل بأدنى سعر 73.60 أدنى مستوى من ديسمبر 2021. الآن يرتد عنها فأذن عم نشوف تحسن بأسوق النفطية بالوقت الحاضر. على كل المزيد حول أسواق النفط معي مباشرة من رياض الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لستي ماركتس لندن. أهلا وسهلا بك معنا دكتور لنبدأ من موضوع الصين. برأيك لماذا رد الفعل العنيف هذا بأسواق السلع اليوم وأسواق الأسهم على هذه المظاهرات في الصين؟ بشكل طبيعي أهلا وسهلا ناديين وسعيد دائما بالحديث مع العربية. طبعا بشكل طبيعي لإقتصاد الصين أي انعكاسات أو أي اضطربات تحدث فيه تؤثر على الأسواق العالمية عموما. يعني نحن الخفاض اللي شهدناه اليوم في أسواق النفط ليس لم يقب في الحقيقة فقط على أسواق النفط. ولأيضا لو تنظر جميع المؤشرات المالية. وهذا أندل يدل أن هناك عامل حالة عدم اليقين في الصين جدا مرتفعة. الاقتصاد الصيني لو نظر بس للعام المقبل. التوقعات اللي هو النمو الاقتصادي يكون عند الحوالي 4.5. مقارنة طبعا قبل أزمة كوفيد-19 كان النمو عند حوالي 6%. أو ما يزيد عن 6%. السنة هذه النمو الاقتصاد الصيني عند 3.3%. خلينا نقول أنه مسألة اللوك داون أو الإجواءات والإغلاقات في الصين لا زاد جدا بارزة على الحركة الاقتصادية. فهذا بشكل طبيعي شيء يثير طبعا على الطلب على الصين من الطلب على النفطة. ممكن أن يخفض على عند العشرة مليون برميل أو أقل. وهذا في الحقيقة لمحت له أوبيك بلوس في تقريرها الأخيرة. التي قللت النمو العالمي على النفطة بسبب ما يحدث في الصين. بس هناك شغلتين أحب أذكرها نادين. طيب تفضل. تفضلي. برجع أسألك. هناك شغلتين. بس هناك خفاض لم يكن فقط بسبب الصين. بل أيضا بسبب تأجيل البرايس كاب من الدول الاتحاد الأوروبي. طبعا تأجيل البرايس كاب. إنعكس طبعا أنه استمار تدفق النفطة الروسي لأوروبا. فبالتالي هنا عندنا زائد في الأمدادات. وأيضا ما شهدته طبعا الأسواق العالمية والأخبار التي صارت بين الولايات المتحدة وفنازويلا. وهو توقعات أنه عودة النفطة الفنازويلا إلى الأسواق. دعنا نتوقف عن كل هذه النقاط. بالعودة إلى موضوع الصين. بس هنا استفسار. اليوم الأسواق تفسر أنه عندما يكون هناك مثل هذه المظاهرات. بالتالي الجميع ينتظر رد فعل الحكومة. إما أن تكون صارمة بالعودة إلى المزيد من الإغلاقات. وهذا بيأثر سلبا على الطلب. أو أن تقوم بالفتح الاقتصاد. ويصبح لدينا مشكلة صحية. فهل تعتقد أن هذا هو التفسير وراء التراجع الذي نراه بأسواق النفطة اليوم؟ هذا سبب حالة في عدم اليقين. إيش يعمل المستثمرين؟ سأل أوف. لأنه ما أعسس تقليل المخاطر. فلأننا لا نريد. هل الحكومة تأخذ السيناريو الأقل احتمالية في دولة مثل الصين؟ لما نرى في يوروب. فالمستثمرين ترتفع عندهم حالة المخاطر. فهذه حالة الهلع. إيش تحدث؟ أنه يكون في ميجر سلف. ولكن لو نلاحظ مثلا المؤشرات التي هي البورامير التي تم تداولها الأسبوع الماضي. كان في انخفاض مقارنة في الأسابيع التي قبلها. فهذا السبب أن حالة العدم اليقين ترفع حالة الهلع. وبالتالي يكون في ميجر سلف تنخفض الأسعار. من ناحية أخرى موضوع الـ Price Cap. دعنا نتحدث عنه. اليوم في بولندا تقول أن الأسعار إذا وضع الصقف عند 65 إلى 70 دولار. هذا سخي جدا بالنسبة لروسيا. لأن روسيا عم تبيع أصلا على ديسكاونت. عم تبيع أقل منه. بالتالي لن يؤثر على إيرادات روسيا النفطية. الذي كان الهدف الرئيسي من وراء فرض صقف الأسعار. الدول الأخرى التي تعارض أن يتم تخفيض صقف السعر. تخشى من رد روسي بأن روسيا تقطع الإمدادات. وعندها يصبح في ارتفاع بالسعر. وهذا إيجابي لروسيا. لأنه يظل فيها تصرف نفطة الأسواق بالشرق. فبالتالي برأيك أي من السيناريو أقرب إلى الحقيقة؟ وهل فعلا في خشية من رد فعل روسي. وبالتالي تقلص بالإمدادات الروسية إلى الأسواق العالمية؟ الحاصل نادين أن الاجتماع الأخير للدول وزواء الطاقة في أوروبا. بيان أن هناك فيه اختلاف وعدم توحيد في وجهات النظر بما يخص السقف السعري على صادرات النفط الروسية. بالتالي السقف الوضع الذي هو 65 إلى 70 دولار هو نعذر أنه يستمرار في شراء النفط الروسي. لأن هذا يعادل الذي هو السعر الذي جاء سبيعه أصلاً روسيا. فما يحدث هناك أي تغيبة. في الحقيقة هو سقف سعري رمزي ولا له أي تطبيق على أرض الواقع. بالتالي روسيا طلعه القرار من الكرملا أن أي دولة تشارك في هذا السقف السعري تحرم من صادرات النفط الروسية. في تصوري أنه لو كان هناك في توحيد الوجهات النظر واتفقوا على هذا 65 إلى 70 دولار. روسيا مفترض أنها تستمر في تزويدهم. بالرغم من التهديدات التي أصدرتها روسيا أنه هو إعادة توجيه الماضي. وزير خارجية قال أنه بعض الموضوع بحاجة إلى دراسة. فتركوا نافذة مفتوحة لحتى روسيا تستمر بالإمدادات. روسيا من مصلحتها أنها تبيع النفط الأوروبا. لكن طبعا تبغى تبيع النفط بطريقة لا تؤثر على عوائدها الاقتصادية. ف65 إلى 70 دولار ما أتوقع أن روسيا ستوقف تصدير النفط إلى أوروبا. لكن طبعا لو نلاحظ مثلا في يوكراين. يوكراين تحاول إجبار أوروبا أنها تشتري النفط من روسيا بسعر التكلفة. 30 أو 40 دولار. أعتقد أنه شبه مستحيل. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف شماري رئيسة تنفيذي لسنى ماركتس لندن. أهلا وسهلا بك.